موسيقى نشرة واخبار الثامنة من الوطنية الأولى والبداية بالعنوي الجامعة العامة للتعليم الثانوي تبدي استعدادها لمرونة أكبر في التفاوض ووزنة التربية تؤكد أن رواتب الأساتذة ستكون مرتبطة بالأعمال المنجزة ارتفاع ومنسوب مياه سد بنيمطير بنسبة مئة بالمئة وتواصل عملية نقل مياهه إلى سد بوهرتم تحسبا لتقلبات مناخية مرتقبة موسيقى وتونس تسجل تقدما بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 18 و2000 حسب منظمة الشفافية الدولية تحية طيبة لكم جميعا أهلا بكم أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي للسعادة اليعقوبي أن التفاوض مع وزارة التربية يجب أن يكون في أصل الخلاف بينهما أعلن النجاء خلال ندوة صحفية خصصتها الجامعة لتسليط الضوء على نقاط الخلاف مع وزارة التربية وتوضيح أسباب رفع جلسة أمس التفاوضية استعداد الجامعة العامة للتعليم الثانوي لإبداء مرونة في التفاوض مع وزارة التربية حول النقاط الخلافية الثلاث هو ما أعلن عنه الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال ندوة صحفية مفاوضات فيها أخذ ورد فيها التوافقات عندما تطرح النقاش في النقاط الخلافية الرئيسية أنا متأكد أن الجامعة والقطاع سوف يتعامل بكثير من المرونة وسنقبل الحل الوسط ليرضي المدرسين ويشكل حل يرضي أيضا الأطراف الحكومية هذا أصل المفاوضات كما عبر الكاتب العام للجامعة عن الأمل في أن يتم استدعاؤهم إلى جلسة تفاوضية يتم التطرق فيها إلى نقاط الخلاف الرئيسية إذا نحب نصل الاتفاق أصل الأشياء نناقش وما نحن مختلفون فيه فعندما أردنا أن نناقش هذا وزارة التربية أصرت على العودة للنقاش في النقاط اللي فيها جزء متفكين فيه وجزء قراب للاتفاق فيه وعدم النقاش في المسائل الخلافية قلنا الوزارة ما تحبش تمشي أصلا لأصل الموضوع وما تحبش تصل للحل وبالتالي زايد نخسر الوقت خرجنا ونأمل أن ندعى إلى جلسة جديدة في أسرع وقت للتطرق إلى نقاط الخلاف الرئيسية وبخصوص تجنب سنة دراسية بيضاء أكد الكاتب العام للجامعة أن الحل يكمن في مفاوضات جدية رئيس الحكومة يجب أن يتحرك مجلس النواب يجب أن يتحرك مشينا المجلس النواب وعبروا على استعدادهم للتحرك ونؤكد أنه إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الحكومة في مفاوضات جدية معنا فسنصل إلى حل في أخرب الأجل المهم يذكر أن نقاط الخلاف تتعلق بالزيادة في المنحة الخصوصية وخفض سن التقاعد وزيادة في ميزانية المؤسسات التربوية وبإجماع نواب الحاضرين في اللجنة الخاصة بالمرأة والتفولة والأسرة تم اتخاذ قرار تغيير جدول جلسة الاستماع إلى وزير التربية حاتب بن سالم وتخصيص جلسة الاستماع للبحث في الأزمة القائمة بين طرف النقابي وسلطة الإشرافة تغيير جدول أعمال اللجنة الخاصة بالمرأة والتفولة والأسرة والمخصصة للاستماع إلى وزير التربية حاتب بن سالم لمناقشة الأزمة القائمة بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف وقد أجمع النواب الحاضرون على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات فتعدت المقترحات طالب بعض النواب بتشريك وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية في حين نادى آخرون بضرورة ترحيلها إلى رئاسة الحكومة لإيجاد حل لها هناك مطلب أساسي كان من أغلبية النواب هو التدخل رئاسة للحكومة كما كان هناك مقترح تدخل لمجلس نواب الشعب سواء كان عن طريق الرئاسة سواء عن طريق لجنة التربية لحضور هذه المفاوضات أو لحل حالتها أكثر حتى نستطيع أن ننقذ هذه السنة فإنه على رئيس الحكومة أن يتدخل بنفسه لفض هذه المشكلة وليس كورة وزارة التربية ما عندهش فعلا الحلول ما عندهش قدرة على مناقشة الإشكاليات التي تطرحها جامعة العامة للتعليم الثاني ولكن نحب نقول الذي رأيه الوضع زادة يلزم الشاشفة فيها من كل الأطراف رأنا أحنا زادة ما نقبلوش وما نجموش نقبلو أي تسييس للموضوع هذا ومش خاطر فما انتماءات سياسية داخل البرلمان يلزم الانتماءات هذه زادة تولي تعكس وتولي عندها أثار لا قدر الله تكون سلبية على الموضوع أحنا نحب الحيادة التام هذا كعليش في آخر المطاف تبقى الأطراف المعنية بالموضوع هي الحكومة وهي الاتحاد العام التونسي للشغل كما طالب النواب بعدم تسيس الأزمة القائمة بين الطرف النقابي ووزارة التربية وأن تكون جلسات التفاوض مباشرة وعلنية في حين أكد بن سالم مرة أخرى على أن هذه السنة الدراسية لن تكون سنة بيضاء عن كل هذا ما فماش سنة بيضاء ومستحيل كان الحكومة والاتحاد وحتى طرف تونس يخلي سنة بيضاء تسير بالرغم من أن نعرف الذي فم أطراف الحلم المتاحة هو أن تونس توقف وتونس تسير لها المشاكل وتونس تدخل فيها العملية الانتحارية هذه بتاع سنة بيضاء أبدا أطراف الكل تقرب ببعضها لا يروح بس الحوار يجب أن الأطراف الكل ترجع على مائية الحوار كان عنا مقترح ونعتبروه مقترح مهم أنه علش لا ما تكونش فما جاء لجنة خاصة معناها من برلمان تساهم في تقريب وجهة النظر مثلا فيها رؤساء الليجان ورؤساء الكتل عفوا فيها النقابة فيها مجلس نوار رئيس مجلس نوار الشعب باش تقرب على الأقل وجهة النظر هذه كما أشار بن سالم إلى وجود حوالي 120 شخصا قد حاولوا اقتحام مكتبه وبأن الوزارة قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العمومية حيث سيقول القضاء كلمته وإذا توصل تعطل الدروس بالعديد من الاعداديات والمعهد الثانوية أعلن كتب عام وزارة التربية أن الوزارة انطلقت في التثبت في الأساتذة الذين لم يقوموا بالامتحانات أو بتأمين الدروس للقيام بعملية الاقتطاع من الأجورة الاقتطاع من أجر الأساتذة على قاعدة العمل المنجز مع الأخذ بعين الاعتبار الغيابات القانونية قرار اتخذته وزارة التربية وانطلقت في عمليات التثبت وفق الكاتب العام للوزارة المندبيات عندهم كل المؤسسات التربية التي تحت شرافهم بإمكانهم التعرف على الأساتذة التي قاموا بالفروض أو الذين لم يقوموا بذلك هذا بالنسبة للقيام بالفروض ثم بالنسبة للتنزيل الأعداد فما من بين الأساتذة التي قدمهم المديرين المؤسسات أو مباشرة لدى الأساتذة والسيدات المندبين فما حتى الاستثناء التي مقامش بالتأمين الدروس المطالب بها مشيقها اقتطاع الأجر المتاعب بقدر الأيام التي لم يعمل فيها كما سيتم اعتماد المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية للتثبت منصة تشهد وفق الكاتب العام للوزارة إقبالا من طرف الأساتذة اللي لاحظناها كونه عدد الأساتذة اللي قاعدين ينزلوا في العداد عبر المنصة الإلكترونية هذه قاعد يتزايد معناها بشكل مطرد يذكر أن وزارة التربية قد أعلنت خلال الأسبوع الفارط عن إطلاق منصة إلكترونية موجهة لـ 88 ألف أستاذ وذلك لتنزيل أعداد التلاميذ في الشأن التربوي دائما ننظم الأساتذة النواب من مختلف ولايات الجمهورية والأساتذة الذين قاموا بتكوين في علوم التربية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية من مختلف ولايات الجمهورية تجمع الأساتذة النواب أمام مقر وزارة التربية في وقفة احتجاجية رفعوا خلالها عدة شعارات وطالبوا سلطة الإشرافي بسحب اتفاقية المعلمين النواب عليهم نحن نحب اتفاقية على دفوعات تشمل جميع النواب من 2008 ل2018 وفق حي الزمني لا تجاوز 2022 بالنسبة للحاجات أخرى نحن نرى كنواب اليوم جينا مطالبوا بحقنا في الانتداب ونحن أسادة متعاقدين عنا العقود متاعنا وكل متعاقد بعد فترة زمنية تسوى وضعية متاعه كما نظم الأساتذة الناجحون فيما يعرف بكبه سبع عشرة وألفين وقفة احتجاجية للمطالبة بالمنحة وبتثمين تكوينهم لوزير أعطانا تكوين نظري في بالكوبيناس كل ثلاثة شهور تم دون أجر وعطانا تكوين تطبيقي طالبين التغطي الاجتماعية ونستفسروا عليش لتوى عنا خمسة شهور تأخذنا المنحة متاعنا للتغطي الاجتماعية هذه حاجة تهبطة في أمر حكومي بالرادة الرسمي تراجعت وزارعة تنفيذها يخلينا هذا النجم وحتى نشكه في انتدابنا نحن نبعد مدامة وزارة التربية تراجعت في جزء النجم تراجع في الكل وباتصالنا بوزارة التربية أفادت سلطة الإشرافي بأن الجديد لها في ملفي الأساتذاء المحتجين نأخذكم الآن إلى ولاية جندوبا وإثر بلوغي نسبة امتلاء سد بنيمتير مئة بالمئة تجري عملية تحويل مياه سد بنيمتير إلى سد بوهرتمة كخطوة استباقية قصد استيعاب الإرادات المحتملة خلال الأيام المقبلة مع احتمال وصول تقلبات مناخية جديدة مع نزول كميات هامة من الأمطار والثلوج في الفترة الأخيرة مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في الأودية وخاصة السدود بولاية جندوبا تتواصل عمليات نقل مياه سد بنيمتير إلى سد بوهرتمة بعد أن بلغت نسبة امتلاء سد بنيمتير مئة بالمئة أي حوالي 60 مليون متر مكعب طرفه سد بنيمتير هو مستغل من طرف الشركة التونسية لإستغالية توزيع المياه وفي الأمطار الأخيرة يعني ارتفاع منسوب المياه كميات المياه فيه إلى تقريبا 60 مليون متر مكعب والخوين الفنيين في شركة رأوا مياه بالمياه والخوين في شركة رأوا وأنه التنقيس في الكمية هذية معناها وتحويلها إلى سد بوهرتمة نظراً وأنه حسب التطورات المناخية منتظر وأنه فمعنا واردات أخرى جاية تحويل حوالي 3 مليون متر مكعب إلى سد بوهرتمة هي خطوة استباقية حسب ولي جندوبة محمد صدقي بوعون لاستيعاب الإرادات المحتملة في الأيام المقبلة مع وصول تقلبات جوية جديدة بيتدفق 50 متر مكعب في الثانية وهو يعني إمكانيات تقريبا عادية جدا إلا أنه في منظومة التصرف في الفيضانات بالنسبة للسدود يعني هناك هالسفرات تنظر هذه وقت لي يأخذوا القرار باش يتم تفريغ المياه يقع أطلق سفرات هذه لتنبيه المواطنين ولتنبيه الرعاة لتأمين المتسكنين ولتأمين المواشي وهذا يراه في كل السدود موجودة هذه المنظومة وهذه وهي يعني عادية ومعمول بها وفي انتظار موجة جديدة من البرد تقدر تشهدها المنطقة في الأيام المقبلة تتكسف الجهود بولاية جندوبة لمتابعة وضعية السدود والمراقبة الحينية لارتفاع منسوب المياه بها تجنبا لكل المخاطر هذا وسجلت عدة مناطق محاذية لودي مجردة عدة خسائر فلاحية نتيجة ارتفاع منسوب مياه الوادي المنطقة السقوية سيدعليا جبيني المحاذية لودي مجردة تحولت إلى ما يشبه إحدى البحيرات أو السدود الكبرى بعد ارتفاع منسوب المياه بالوادي لتغمر المياه الأشجار والمزرعات هذه الأذرار ألقت بذلالها على الفلاحين وأصحاب المستغلات الفلاحية خاصة مع المديونية الخانقة التي يعيشونها وارتفاع تكاليف انطلاقة الموسم الفلاحية ما يقارب 8 أكترات وهم 60 نار كل عام نزرعها هذه الحالة الموجودة كل عام في منجير ويد ما يخللنا كل عام هكرا ومشو سنابرك وأرنا سقوية عاشين كان منها ما عدنا حتى مورد رزق حتى من بلاس هذه آرل سقوية فيها الجمع فيها البصل فيها البتراف فيها العلف معناها هذا المورد الرزق الوحيد انتعى الناس هذية اللي على الأقل كما تلقاش تلقى المرعة وانتسرع نجين طالب فلاح باش يخلص خطر نحنا توفي الجمعية نعانوا في ديون كبيرة والفلاح باش مش يخلص باش يخلصوا بالطريقة ذي إذا كان ويد كل عام يخرج لكي مكايا ما يقع باش يخلص باش نعملوا نحن يعملوا نحن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة أكد تضرر مساحات تقارب خمسمائة هكتار بعدما غمرت المياه والأوحال عدة أراضي فلاحية وخاصة بمناطق صدع اليجبين ودخيلية ودمليز رسلنا السلطة الجهوية بتكريف اللجنة باش تخرج تعاين الأذرار هذية وتقيم معناها المساحات إن شاء الله معناها تنطلق في أقرب وقت ومعناها وقت تبدأ عندنا رؤية واضحة على مستوى المساحات بالتحديد والأذرار متع الزراعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أكدت من جانبها متابعة الأوضاع في المناطق التي غمرتها المياه خروج المياه أساسا وقع في ما نسموه بلولج معناها المنخفذات عدنا في سيد عليجبيني ما نجموش نحكو على أذرار إلا بعد خروج المياه من الأماكن بعد انخفاض منسوب المياه نثبت ونشوف إن شاء الله يكون التقييم موضوعي وصحيح أذرار جسيمة بالقطاع الفلاحي في ولاية جاندوبة بعد فيضان وادي مجردة ليتكبد عدد من الفلاحين خسائر قد تعمق مديونية القطاع الأقطاب التكنولوجية كانت محور مجلس وزري مضيق بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة عقب الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للتسريع في مشاريع التحول الرقمية الذي خصص لنظر في المشاريع الرقمية لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة تم الإعلان عن أصدار معرف وحيد لكل تونسي بداية من شهر أفريل المقبل كما سيتم إصدار بطاقة ذكية خاصة بمنحة العائلات المعوزة وأخرى للضمان الاجتماعي عقب الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للتسريع في مشاريع التحول الرقمية كد وزير الصحة أن الوزارة ستشرع في توفير معرف وحيد للصحة بداية من شهر أفريل القادم في إطار تقريب الخدمات من المواطن من المستشفى إلى مستشفى يكون عندي ملف في مستشفى توز أو مستشفى قفس أو لا يكون المعرف الوحيد المستشفى هو الملف هو المعرف الوحيد نفس الشي فيما يخص الإصداء الخدمات منظمة الوعيد هذه بقودة الإله بش نطلق فيها زادة في شهر مارس فسكو هذه المنظومة وقت اللي بش يجي إنسان يجي إلى المستشفى في السبع أصباح بش ياخذ الموعد بش تعدها في الحديث وقت اللي بش نعمل من المنظومة هذه إن شاء الله بش نطلق فيها في مستوى المستشفى الجامعية ومبعضها المستشفى الجهوية إنسان نخري وقت اللي يجي للموعد ينتعه ساعة العشرة يدخل بقولة إله ساعة العشرة تبدأ عندك معرفة تدخل أنت على التليفون والكونتاكت على المستشفى وتحط اسمك ورقم البطاقة ومن المنتظر أن تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية بداية من مارس القادم في إزار بطاقة ذكية خاصة بمنحة العائلات المعوزة وأخرى للتأمين الاجتماعي سيتم توزيعها بداية من أفرير القادم على أن يتم العمل الفعلي بالبطاقة الذكية للتأمين الاجتماعي خلال شهر نوفمبر القادم الهدف معهم هو أنه أولا نعطيهم بتقاد ذكي اللي تعرفهم بشكل يعني بين قوسين وحاجة ثانية أنه يولي المسار المضمون الاجتماعي مسار إلكتروني ما عادش فيه معناتها تدخل في كل حالة وراء وكذا وهز لوردون نوس ثم كذلك نظام داخلي معناها تبادل بين بين كل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية العائلة المعوزة التأمين على المرض الضمان الاجتماعي وتفقد الشغل يقع تبادل المعلومات ضمن نظام معلوماتي متكامل باش الأخطاء هذية أو التوجه وزاعة هذية احنا نحدهم هناك مشاريع وبرامج تهدف إلى تقريب الخدمات من المواطني وتجنيبه التعقيدات الإدارية وتأتي في إطار خطة الحكومة في جعل هذه السنة سنة للتحول الرقمي في ملف مكفحة الفساد سجلت تونس تقدما بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد للسنة الماضية حسب دراسة أعدتها منظمة شفافية دولية وتم الأعلان عن نتائجها خلال ندوة صحفية نظمتها منظمة أنا يقظ تقدم تونس بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي في مؤشر مدركات الفساد لسنة ثماني عشرة وألفين لتحتل المرتبة الثالثة والسبعين بمعدل ثلاثة وأربعين نقطة من مجموح مائة وثمانين دولة شملتها الدراسة بعد أن كانت في المرتبة الرابعة والسبعين سنة سبع عشرة وألفين حسب دراسة لمنظمة شفافية الدولية اليوم تونس قادم نقطة تقريبا سنويا وهي حاجة مهمة برشا خطر بعد الثور كان عادنا نزيف من التراجع في الترتيب اليوم بدنا نسترجع في مكانة باهية ولكن مازلنا بعد برشا على المعدل يعني اليوم تونس بعيدة برشا على المعدل وهو خمسين نقطة معظم دول العالم ثلثي دول العالم ما زالوا تحت المعدل تقريبا ترتيبهم وشابهة لتونس اليوم دور المجتمع المدني دور الصحافة قاعد يعكس في مناخ جيد الحريات لكن السنة ربما هي سنة البرلمان بامتياز يعني البرلمان من خلال تمريره لمجموعة من القوانين الهامة للشفافية في القطاع العام أرسل رسالة إيجابية للخبراء والناس اللي يتعاملوا مع الدولة التونسية ويصنف مؤشر مدركات الفساد درجات ومراتب البلدان استنادا إلى مدى الفساد في القطاع العام للبلد باعتماد مصادر مختلفة نظام الشفافية الدولية تعتمد على سبع مصادر لقياس مدركات مكافحة الفساد في تونس والسبع مصادر هذه تعتمد على الفساد في القطاع العام والفساد في القطاع العام يعني هي اعتمد على اختلاص الأموال على الرشوة على التهرب الضريبي على تضرب المصالح وكذلك النفاذ إلى المعلومة ورغم الإجراءات التي اتخذتها تونس في مجال مكافحة الفساد كتطبيق قانون التصريح بالمكاسب إلا أن مجهودات الدولة مزالت منقوصة حسب منظمة أنا يقف التي دعت إلى مزيد الالكزام بكشف الفساد ومحاسبة الفسدي على الجانب التشريع بينصير مزيد من نصوص التطبيقية وترتيبية التي تسهل عمل الهيئة النجاعة وجدية أكثر في تعامل مع ملفات الفساد وحمية المولغين من قبل الهيئة تطبيق أكثر لشعارات التي تلتزمت بها الحكومة من الحرب على الفساد وتجدر الإشارة إلى أن الدنمارك تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 18 و2000 تليها نيوزيلندا وكل من فنلندا وسعها فورا أما تونس فقد احتلت المرتبة السابعة في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا قبيل شروع ديوانة تونسية هذه السنة في تنفيذ برنامج تعصير يلتزم معايير منظمة ديوانة العالمية تحتضن تونس طيلة خمسة أيام ندوة الديوانة الإقليمية العمل على تحسين الأداء الديواني عبر دورات تكوينية وندوات إقليمية في مجال التفتيش والتتبع وتوفير المساعدة التقنية الملائمة لقطاع الديوانة مثلت أهم نقاط الندوة الإقليمية التي نظمتها المنظمة العالمية للديوانة وتحتضنها تونس للمرة الثالثة برنامج الأهداف العامة لمجموعة الممارسات الديوانية في مجال مكافحة الغش وفي مجال الحجز التابع لمنظمة الديوانة العالمية يعمل على البحث في مجال الأدلة المتوفرة والاستقصاء والتتبع وذلك بهدف تطوير مستوى عمل الإدارات العامة للديوانة في تحليل المواد وجمع أدلة الإثبات لقاء جمع عددا من ممثلي جمارك بعض الدول على غرار الجزائر ومصر وليبيا إلى جانب تونس في محاولة لتعزيز القدرات الديوانية ودعم كفاءاتها في مجال جمع أدلة الإثبات وإجراءات البحث لمكافحة الجريمة المنظمة وتهديدات أمن الحدود ديوانة تونسية قاعدين نمشي في المودرنيزازون للدوان نحن قاعدين نعمل في نوفو بلان ستراتيجيك للدوان كل شيء ماشي في الحادثة بتاع الدوان عنا الجانب الوقائي وعنا الجانب الوقائي من التهريب وعنا الجستيون انتغري دي فرانتيار كيفاش نجم ونحمي حدودنا من التأثيرات ومن التهديدات نتوى في خضم التطور للديوانة التونسية وتشرع الدوانة التونسية انطلاقا من هذه السنة في تنفيذ برنامج تعصير تستند محاوره على قواعد ومعايير منظمة العالمية للدوانة كتعزيز الأمن وتيسير التجارة الدولية والحث على تحصيل موارد لميزانية الدولة بشكل عادل ونجع قال رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي في حديث صحفي لصحيفة العربة إن حركة النهضة هي المساندة الأساسية للحكومة وإن رئيسها سيدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية وحول نيته ترشحة لهذه الانتخابات لم ينفي أو يؤكد هذا الأمر تاريكا الفرضية لما تقتضيه مصلحة البلاد تانول اللقاء الصحفي عددا من القضايا الداخلية والأقليمية العربية والخارجية والموعد العربي المرتقب بتونس التي ستحتضن القمة العربية إذ يرى رئيس الجمهورية في حديثه أن حركة النهضة مسيطرة على المشهد السياسي وأنه دون دعمها لن تكون هناك حكومة وأنه تم خرق قاعدة إبداء رئيس الجمهورية رأيه في الحكومة والموافقة عليها قبل التوجه إلى قبة البرلمان كما نقل أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي سيدعم في السر رئيس الحكومة للترشح لرئاسة الجمهورية وحول السجال المتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة قال رئيس الجمهورية أن الشفافية تقتضي أن نكون على بينة من الطريق الذي نسير فيها لذلك لا بد من التأكد أن هناك ذراع سرية وذلك عبر الاستقاء والتحقق أما عن ترشحه للانتخابات الرئاسية من عدمه فقد ترك الباب مواربا أمام الاحتمالين بالتأكيد أنه إذا اقتضت المصلحة وجوده فحينها سيفكر في الترشح لأنه ليست لديه موانع شخصية لكن المصلحة العامة هي التي ستحدد أقليميا أعتبر قائد السبسي أن تونس تعمل لأجل عودة الدولة الليبية عبر طريق الليبي الليبي ودون تدخلات خارجية عقدت الأوضاع لأن لديها معاملات كثيرة معها وتضررت بسبب الخطر الإرهابي ومضى في التأكيد أنه أعاد المياه إلى مجاريها مع عدد من الدول العربية بعد أن كانت تونس في قطيعة معها وأنه يرى في القمة العربية جمعا للصفوف وتونس لا تملك مواقف سلبية ضد سوريا أو أي كان وبالتالي فإن القرار الذي ستعتمده الجامعة العربية بشأنها ستعتمده تونس وفيما يخص العلاقات الخليجية أفاد أنه يجب أن تعود ومعها دور مجلس التعاون الخليجي ليساهم في جمع الصف العربي وهو ما ستعمل القمة العربية عليها قصد تحسين الأحكام الجبائية الواردة بقانون المالية للسنة المقبلة تقدمت الغرف المشاركة بتونس لوزارة المالية بجملة مقترحات توصلت إليها عبر تقييم شامل نفذته على القانون الحالي بمزاياه ونقائسه يبحث مجلس الغرف المشتركة بتونس في لقاء جمعه بوزير المالية رضا شلغوم تأثيرات قانون المالية والأحكام الضريبية الجديدة التي تضمنها على ديمومة المؤسسة من خلال تقييم المنجز والعمل على تجويده في قانون المالية للسنة المقبلة بما يستجيب لمتطلبات مناخ استثماري جاذب ما زال يتطلب إصلاحات كل ما يتعلق باللوجيستيك هناك استثمارات في مجال النقل ضرورية هناك رقمنة المعاملات هناك المنظومات الأعلامية التي تعامل بها الدوان التي تعامل بها الجبال التي تعامل بها مختلف الإدارة التونسية مشكلة الترخيص مشكلة تهيئة الفضاءات الصناعية هذه كلها من المسائل التي نحن يلزمنا نشتغل عليها والتي يلزمنا تكون عندنا فيها أهداف محدة اليوم صحيح نسبة النمو تتحصل لكن القدرة تونس على أن تكون عندها نسب أفضل ضروري وقادرين عليه لأنه هو اللي بش يمكن من تخفيض نسبة البطالة وخاصة بطالة حاملية شادة العليا فمبرش حاجة بهين تعملوا بش ينجموا يعاونونا احنا كغرف مشتركة نكونوا سفراء الاقتصاد التونسي في البلدان اللي نمثلوا فيهم سفراء الاقتصاد التونسي مع الشركات الأجنبية دورنا هو نبيعه للسي تونيزي بش نجموا الاستثمار لتونس وذلك دولة كبيرة على الغرف المشتركة أما فمن بزالوا خطوات أخرى نزمهم يتعاملوا معتها في الحاجة التي تعلقها لاستابلتي فيسكال ومن المقترحات التي تقدمت بها الغرف المشتركة الملأمة بين التشريعين الجبائي والمحاسبي والاستقرار الجبائي الذي يبحث عنه المستثمر الذي يحتاج عادة إلى رؤية واضح على الاستثمار مسائل تأخذها وزارة المالية بعين الاعتبار مع مراعاة التوازنات المالية الكبرى إدارة منكبة عليها معنيها بشتجسمها لكن هي مرتبطة لحقيقة بالتوازنات المالية على خاطر وقتا نقول مقاربة أو ملأمة بين التشريع المحاسبي وتشريع الجبائي معنيها فم تأثير على التوازنات المالية على خاطرهم هما هذون معنيها امتيازات راي امتيازات بش نعطيهم في القاعدة مش في النسب وقتا نقولوا في القاعدة معنيها بش نخولولها معنيها امتيازات على مستوى قاعدتي معنيها احتساب الأداء وحتى تشهد هذه المقترحة تصادها في قانون مالية لسنة المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للدولة اقترح وزير المالية ان تعرض في ماي القادم في لقاء ثاني لتضمينها ومقترحتها ياكل أخلف المشروع التشاركي وقد أكد خبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي خلال اليوم الدراسي نظمه مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتعاون مع مؤسسة هانسايدل الألمانية أكد أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس قادر على ترشيط الدورة الاقتصادية والترفيع في مساهمته في الناتج الداخلي الخام وفي التشغيل مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيجهز قريبا لإحالته على أنظار مجلس نواب الشعب خلال شهر فيفر المقبل للمصادقة عليه لتنظيم قطعا يعتبر دعامة ثالثة للاقتصاد الوطني مع القطاعين العام والخاص وفق تأكيد شكري بن حسن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال اليوم الدراسي حول جدوى ورهانات وأفاق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مش يجي القانون اللي يحتوي مبدئيا على 34 فصل 34 فصل هي مش تضع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي مش يكون فما مرصد مش تكون فما طريقة التمويل مش تكون فما تدخلات الدولة بالمنح والامتيازات بالتالي مش يكون القانون عنده المؤسسات متاعه عنده إلا مش يقوم بمشروع أو إلا مش يقوم ببعث تعاونية أو مقاولة أو غيرها في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مش يقل السند القانوني مش يكون عنده أيضا علامة مميزة هي لابيل بتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أكدوا على ضرورة النهوض بهذا القطاع من أجل تعزيز النسيج المؤسساتي الضعيفة وتنمية الوضع الاقتصادي الهش من خلال تثمين الخصائص المحلية لكل جهة وتوفير موارد إضافية لهذا النمط الاقتصادي هذا النمط من الاقتصاد يوفر إمكانيات كبيرة جدا لتونس لأنه يقوم على موارد وعلى إمكانيات وعلى طاقات محلية وجهوية مساعدة على ذلك ويمكن أن يفعل الديناميكية التنموية المحلية والجهوية فيه جانب من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وبالتالي يظهر هذا القطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن يتمثل فيه مجموعة من الأنماط والهياكل مثل الجمعيات مثل التعاونيات مثل التعضوديات الشركات التعاونية المقاولة الاجتماعية السياحة التضامنية السياحة البديلة مجموعة من الآليات الأنماط الجديدة في المقاولة وبعث المشاريع والتنم واعتبر الخبراء أن مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخل الخام وفي التشغيل لا يتجاوز الواحدة بالمئة رغم دوره الفاعل في التنمية صدق مجلس نوى بالشعب اليوم على الباب الأول من القانون الأساسي من ميزانية الدولة والمتعلق بموارد الدولة وتكليفها والباب الثاني المتعلق بحسابات الدولة المصادقة جرت في ظل غياب ملحوظ لنصف أعضاء البرلمان تقريبا وتعثر سير الجلسة في مناسبتين الاستثناء هو انتلاق الجلسات العامة في موعدها أما القاعدة فهي تأخرها لساعات بسبب تغيب بعض النواب الأمر الذي أصبح لافتا وألقى بفقله على سير الجلسات وأصبح غير طبيعي وفق النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب المرجو من السادة زملائي تفضل بالاتحاق بقاعة الجلسة أذكر بأن الحضور وجوبي ولا أعتبر من المنطق أن نسجل الحضور ثم نغادر قاعة الجلسة ليس طبيعيا تستأنف الجلسة بتأخير النهز الساعتين لتتوقف أشغالها مجددا بعد أقل من ساعة لعدم اكتمال النصاب اللازمة سيد الرئيس نطلب خمسة دقائق رفع الجلسة لتنظيم الأمور أنا كنت سأدعو كذلك رؤساء الكتل للالتحاق بالمكتب المجانب حتى نعالج هذه الظاهرة المرضية التي أصبحت تعطل أعمالنا ترفع الجلسة خمسة دقائق الجلسة متى اليوم منطقية تنطلقت تسعة انطلقت لحديش غير درجة معناها المصدقية متع البرمجة معاش فهم مصدقية قانون الميزانية اليوم هذه الجلسة الخامسة وما يقعش معناها توفير النصاب المسؤولية تحملها نسكل لأنه خلينا نكونوا صراحاء لأنه قلنا أنه لابد أن نرجعت برشة نقاط خاصة في علاقة بالنظام الداخلي وفي علاقة بالحضور الأغلبية ما وفرتش العدد الكيفي بيستعدي قانونها لأنهم ما نعرفش عليهم أما بالنسبة لنحن كتلة الجبهة الشعبية حاضر 12 على 15 الغيابة تمس جميع الكتل وهذا تصرف غير مقبول من جميع الكتل تفضلوا شوفوا الكتاة وعندكم بطاقة حضور بالتالي شوية تحمل مسؤولية مستدى النواب وهذا فيه تقصير توجاه عملهم النيابي هناك بعض النواب اللي مو مش تحمل المسؤولية متاحة مو مش فرين للعمل البرلماني والعمل النيابي لهين بمشاريحهم لهين بأمورهم الخاصة قوانين أساسية من الأهمية بمكان يتهددها الإسقاط في كل جلسة بسبب تواتر غياب النواب القانون هذا من أهم القوانين اللي تعرض على البرلمان من 2014 حتى اليوم هو في رهانات كبيرة هو حقيقة قانون مش يجسد مبادئ الثورة في استقلالية العديد من الهياكل والدستورية ومن الهياكل القضائية اللي مش عطاهم الاستقلالية المالية والإدارية خاصة ومنهم البرلمان بيدو جلسة عامة فيها قانون أساسي وما تلقش النصاب وغدوة عندك انتخابات نتعى العليا المستقلة للانتخابات اللي تتطلب ثلثين تتطلب 145 صوت ولأن استهان البعض بهكذا مسألة فإنها تؤثر سلبا على صورة البرلمان ككل وعلى دوره التشريحي والرقبي خاصة عرب حزب حراك تونس الإرادة عن إدانته لما اعتبره تعمد رئيس مجلسين وبالشعب عدم استدعاء رئيس الجمهورية السابق ورئيس حراك تونس الإرادة محمد المنصف المرزوقي لحضور احتفالية سن الدستور 2014 التي أقيمت بمقر البرلمان في 28 من جنفي واعتبر الحزب أن ذلك يعد تصرفا موشينا استهدف أحد أبرز أبائد السور الثورة كما أنه يعكس ما تعاني منه بعض الأطراف الحاكمة من انهيار أخلاقي وتشبع بثقافة الإقصاء واستعدادها لفعل أي شيء تجاه الخصم السياسي بما في ذلك الدوس والعبث بالبروتوكولات والتقاليد الراسخة في احترام رموز الدولة ورجالتها في المناسبة الوطنية الكبرى قدم اليوم مركز دعم تحول الديمقراطي وحقوق الإنسان دعم خلال ندوة صحفية تقريره سنوي لتطور السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي في كل من تونس ومصر وليبيا خلال الفترة الممتدة بين بداية سبتمبر 17 و2000 وموفقوة 18 و2000 تطور السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في تونس إلا أنه ما زالت هناك فجوة واضحة بين النص الدستوري والنصوص التشريعية من جهة وبين واقع حقوق الإنسان من جهة أخرى من بين أبرز ما خلص إليه تقرير مركز دعم التحول الديمقراطية وحق الإنسان دعم الذي غطى الفترة الممتدة ما بين الأول من سبتمبر 2017 إلى غاية 31 من أود 2018 في كل من تونس ومصر وليبيا التجربة الوحيدة اللي ما زالت مستمدة نجاحها وفيها تحول ديمقراطي سالس ولكن فيه تباين كبير جدا في تونس وهو أن فيه سرعة في التطور من ناحية إنجاز القوانين والتشريعات ولكن فيه بطء في تنفيذ تلك القوانين المرحلة الأخيرة يبدأ يكون فيه اهتمام بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية فترة الزمنية القصيرة هذه صار مصادقة على عدة قوانين في تونس الانتخاب بالمجلس الأقليمية والمحلية فيما يخص المحليات هذا زاد مهم في تونس كما أشار التقرير إلى فشل نواب البرلمان التونسي في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهو ما يتسبب في تأخر المجلس النيابي في إنجاز المهمات الدستورية المنوطة بعدته في تركيز المؤسسة القضائية الدائمة أما في مجال حرية الصحافة والتعبير سجلت تقرير أن السياسة العامة للدولة لم تشهد تقدما ملحوظا خصوصا فيما يتعلق بحماية الصحفيين حيث لاحظت وحدة الرصد بمركز السلام المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ارتفاعا في عدد حالات المنع من العمل الصحفية خلال فترة التقرير وبلغت الأتداءة المؤثقة من جانب وحدة الرصد عشرات الحالات رئيس هيئة مكافحة الاتجار بالبشر قالت أنه خمسين حالة رسدتها أو خمسين ملف متاع التجار بالبشر أو متاع استغلال جنسي واقتصادي جي للهيئة المنظمة التونسية للمنظمة تعذيب قال خمسة حالات متاع تعذيب أما مش أيكيد تعذيب هو موت مستراب يعني مش أيكيد تعذيب تعذيب مازال حسب الهيئة الوطنية تعذيب مازال لكن مهوش بصفة منتظمة يعني مهوش سياسة متاع دولة التقرير السنوي لمركز الدعم اعتبر أن الطريقة في كل من تونس ومصر وليبيا ما زال طويلا في مجال حق الإنسان والديمقراطية وليس هناك أي بلد منها يمكن القول أنه يحترم حقوق الإنسان بشكل كامل بقيمة أن تقرب خمسة مالين يورو في إطار دعم تعاون تونسية سويدي وقعت اليوم بمقر وزارة الشؤون المحلية والبيئة اتفاقية تنفيذ مشروع دعم الحوكمة المحلية الهدف إلى مرفقة مصار المركزي الجديد في تونس تم بمقر وزارة الشؤون المحلية والبيئة توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع دعم الحوكمة المحلية مشروع ممول بقيمة 4.9 مليون أورو ويندرج في إطار برنامج العمل التونسي السويدي في مجال الحوكمة المحلية والمركزية لسنوات 18-2000-22-2000 هذا شرف كبير لنا لإرساء مشروع يعنى بالتعاون التونسي السويدي في علاقة بدعم الحوكمة المحلية كما أن هذا المشروع يلعب دورا هاما في دعم الديمقراطية C'est un chantier très important pour la démocratie إن شاء الله تكون هذه المحلية هي بداية للعمل خاصة على المواضيع البيئي اللي هي أصبحت محلية الأساسية في العمل المتاعنا الأهمية متاحة هي مهيش استثمارات بقدر مهي التكوين وعداد الخبرات تتبدل الخبرات بين البلدين وكذلك نشر ثقافة الحوكمة المحلية هذا الأساس انتاحة ليست هي استثمارات بقدر ما هي تكوين والعمل على دفع القدرات لتسيير البلدية والجماعة المحلية بصفة عام اليوم نرقاو كيف كيف عن تمكين آخر للمستشارين والمستشارات للبلدين في كيفية الانتقال في الحوكمة من المركزي إلى المركزي هذا الموضوع اللي ممكن اليوم فيه جدل كبير ممكن اليوم نفتقده لنصوص الترتيبية ولابد أنه نبدأ ونساهمه في تمكين مختلف البلديات في هذه الحوكمة هذا المشروع يهدف إلى مرافقة مسار اللامركزية ويرتكز على أربعة محاور منها دعم الإطار القانوني والمؤسساتي لللامركزية والمالية المحلية كذلك يهدف هذا المشروع إلى دعم الإطار المؤسساتي ومرافقة مسار اللامركزية إلى جانب دعم آليات المحاسبة والمالية للجماعات المحلية فضلا عن دعم قدرات الجامعة الوطنية للمدن وتحسين الخدمات الموجهة للبلدية أهدف وأكد الطرفان إثر توقيع مذكرة التفاهم على مزيد دعم التعاون التونس السويدي في مجالات أخرى لمرافقة البلديات لترسيخ ثقافة الحوكمة المحلية دولي أن أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رميل حمد الله اليوم أنه قدم استقالته واستقالة حكومته التي يقودها للرئيس محمود عباس بما يشكل ضربة لجهود المصالحة المتعثرة مع حركة حماس التي تسيطر على قطع غزة وجاء في بياننا رسمي للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي أنها ستواصل تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة لقي شخصان على الأقل حتفهما ووصيب خمسة آخرون بجروح في انفجار سيارة عند محطة وقود قريبة من مقر وزارة البترول وسط العاصمة السومالية مقديشو وأوضح مساعد محافظ إقليم بنادر في الشؤون الأمنية أن تحقيق انطلق فيما صنف اختراقا لنقاط أمنية بالمنطقة في أخبار الرياضة أقيمت اليوم مباريات الدورة السادس عشر من مصابقة كأس تونس لكرة القدم وأصفرت عن تأهل كل من الترجي والنادي السفاقسي والنجم الساحلي والنادي الإفريقي إلى جانب نجم المتلوي وهل المساكن لم تسجل مباريات الدفعة الأولى من الدورة السادس عشر من كأس تونس مفاجآت تذكر وتمكنت الأندية الضيفة من تحقيق التأهل فبأولمبي جابس حلت ترجي رياضي ضيفا على مستقبل جابس في مواجهة تطلبت المرورة للأشواط الإضافية بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي قبل أن يحسمها فريق ببسويقة لصالعه بفضل هدف أنيس البدري وذلك في دقيقة الثالثة من الفترة الإضافية الأولى ليبلغ الترجي ثم نهائي وفي مباراة ثانية اقتطع نادي سفاقسي بطاقة عبوره بصعوبة أمام مضيفه مستقبل المرسى إذ انتظر نادي عاصمة الجنوب حتى الدقيقة الرابعة والثمانين ليتمكن من الوصول لشباك النصر شعبية عبر فير الشواط كما تمكن هلال امساكن من العودة بورقة التأهل من ملعب فريق الزيتون الرياضية بشماخ أثر الفوز عليه بهدفين لهدف أصحاب الضيافة تقدموا بهدف أول سجله عزين الكلان في الدقيقة الثانية والأربعين إلا أن الضيوف تمكنوا من تجيل هدفين متتريين عن طريق كل المرام الحرسال من ضربة جزاء وحسام المدنيني ليتآهلوا للدور المقبل من جهته تخطى نجم الساحل عقبة النجم العالوي بهدف محمد أمين الشرميتي وعاد النادي الافريقي لسكة الانتصارات من بوابة الأهل السفاقسي من خلال ثنائية غازي العياري ويوصف العيشي كما قاد محمد مهدي مرعي فريقه نجم المتلوي للتآهل بدرجي له هدف الفوز على سبورتينغ بناروز بلغ المنتخب القطري نهاء كأس الأمم الأسيوية لكرة القدم إثر فوزه العريض على المنتخب الإماراتي المصديف بأربعة أهداف النقدون مقابل في لقاء نصف النهائي وتحققت ربعية القطريين عبر كل من بعلم حوكي في الدقيقة الثانية والعشرين والمعز علي في الدقيقة السابعة والثلاثين وحسن الهيدوس قبل النهاية بعشر دقائق وحامد إسماعيل في اللحظة الأخيرة وستلقي قطر في المباراة النهائية منتخب اليابان يوم الجمعة المقبلة إلى التذكير بالعنوين الجامعة العامة للتعليم الثانوي تبدي استعدادها لمرونة أكبر في التفاوض ووزارة التربية تؤكد أن رواتب الأساتذة ستكون مرتبطة بالعمل المنجزة ارتفاع ومنسوب مياه سد بن يمطير بنسبة 100% وتواصل عملية نقل مياه إلى سد بوهرتم تحسبا لتقلبات مناخية مرتقبة وتونس تسجل تقدما بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 18 و2000 حسب منظمة الشفافية الدولية وفي الختام نشير لأنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفز التونسية تونسية تيفي بوان تيان بقية متابعة طيبة لبرمجنا إلى اللقاء